كان البارود جاهزاً منذ وقت طويل لكنه كان يحتاج فقط إلى شرارة تشعله وقد كانت القدس تلك الشرارة فترة طويلة من الهدوء النسبي بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيوني هدوء لم يحل دون تفجر الأوضاع مدفوعة بسنوات من الحصار والقيود التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة وبعقود من الاحتلال البغيض في الضفة الغربية وعقود أخرى من التمييز العنصري ضد فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948 صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها حاولت الوقوف على أسباب ما وصلت إليه الأوضاع في فلسطين من حرب شعواء على غزة وانتفاضة شعبية في الضفة الغربية والقدس بل وفي داخل الخط الأخضر ذهبت الصحيفة إلى الشرارة الأولى في مساء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك حين اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى وعمدت إلى مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد فقطعت أسلاكها لا لشيء إلا لمنع صوت صالات التراويح المنبعث منها من التشويش على كلمة كان سيلقيها رئيس كيان الاحتلال عند حائط البراق الفلسطينيون رأوا في ذلك محاولة لإسكات صوت الأقصى والمصلين فيه لسيما بعد أن تفاقمت قضية سكان حي الشيخ جراح الذين يسعى لاحتلال لتهجيرهم عنصريا من بيوتهم ما دحرج قرة النار لتشعل الأجواء حيث ما مرت فخرجت التظاهرات في القدس والضفة الغربية وغزة قبل أن يعلن المستوطنون عزمهم تنفيذ ما أعلنوه من قبل من اقتحام كبير للمسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر رمضان الأمر الذي دفع فصائل المقاومة إلى التدخل لمنع تدنيس المسجد من قبل الصهاينة وبعد مرور إسبوع من الحرب في غزة بات جلياً أن مرحلة ما بعد هذه الحرب لن تكون مثل ما كانت قبلها فلقد أثبتت هذه الحرب حتى الآن أن موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة قابلة للتغيير